السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الأول السنوي مع درس الدرس الثالث الفصل الرابع من دروس الفيزياء الدرس يتكلم عن قوى التأثير المتبادل أخذنا في الدروس السابقة قوانين نيوتن قوانين نيوتن بناتها مجداً الثلاثة قوانين أخذنا القانون الأول والذي نص على أن الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته أخذنا القانون الثاني ويتمثل دائماً في سيغة رياضية وقانون ينص على أن التسارع يساوي محصلة القوة تقسيم الكتلة أما اليوم سنتكلم عن قوى التأثير المتبادل التي ترتبط بقانون نيوتن الثالث من المعروف بناتي أنه إذا أثر مسبب بقوة محصلة في جسم الماء فإنه يتسارع وأن أصل القوة أنها تسبب تسارع للجسم وعرفنا أن أنواع القوة قد تكون قوة مجال أو قوة تلامس لكن ما الذي يسبب القوة؟ إذا قربت مغناطيس أحدهما أو إلى الآخر فنشعر بأن كل من هما يسحب الآخر أو يدفعه يسحب الآخر عندما يكون في قوة تجازب أو يدفعه إذا كان في قوة تنافر وكذلك إذا قمت بالضغط بقدميك على عتلة فإنها تضط على قدميك في الاتجاه المعاكس لكن أيهما المسبب وأيهما الجسم نتعرف بناتي من خلال زوجي التأثير المتبادل زوجي التأثير المتبادل هم عبارة عن قوتان كما بالشكل الموجود عندي القوة إيه والقوة بيه ولكن أجد بناتي في تشابه بينهم طول السهمين متساويين فمعنى أن مقاديرهم متساوية لكن الاتجاه متعاكس أو متضاد إذن بناتي تسمى هاتان القوتان بزوجي التأثير المتبادل لأنهم قوتان متساوية في المقدار لكن متعاكستان في الاتجاه وكل منهما تؤثر في جسم مختلف عن الجسم الآخر يعني معنى أن القوة بيه تؤثر في جسم يختلف عن الجسم الذي تؤثر عليه القوة إذن تسمى هاتان القوتان بزوجي التأثير المتبادل هما قوتان متساوية في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه ويعرف بشكل عام زوجي التأثير المتبادل بقوة الفعل وقوة رد الفعل لذلك الجميع يعرف أن قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار لكن معاكس في الاتجاه الفعل ورد الفعل هما زوجي التأثير المتبادل كما بالشكل يبقى إذن قانون نيوتن الثالث ينص على أن جميع القوة تظهر على شكل أزواج يعني ما عاد يصلح أنك تقولي لي أو المسألك عن قانون نيوتن الثالث تقولي لي لكل فعل رد فعل لا إبدأي بأن القوة تظهر على شكل أزواج حبة كاميري ولكل فعل رد فعل بيكون قانونك صحيح يبقى القوة تظهر على شكل أزواج وتؤثر قوة كل زوج في جسمين مختلفين وهما متساويتان في المقدار ولكن متعاكستان في الاتجاه وتكتب الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث بهذا الشكل القوة A تساوي القوة B لكن إشارة السلبة معناها تدل أنهم متعاكستان في الاتجاه نرى كما بالشكل كرة قدم على طولة موضوع على الأرض لاحظ أن الكرة والطولة تشكلان زوجي تأثير متبادل الكرة مع الطولة وكذلك الطولة والأرض يمثلان زوجي تأثير متبادل إثنان وكذلك الكرة والأرض وتأثير الجاذبية عليها يمثل أيضا زوجي تأثير متبادل ننتقل إلى الجزء الآخر تكلمنا عن مجموعة من القوى في الدرس السابق تكلمنا عن قوة التلامس وأنواعها وقوة المجال وأنواعها نبدأ ناخد باستفادة شوية قوة الشد إذا نظرنا بناتي إلى هذا الشكل نجد أن هذا الدلو معلق بحبل أو خط نجد أن توجد قوتان تؤثران عليه قوة الجاذبية إلى أسفل وقوة الشد إلى أعلى ويرمز لها بالرمز F-T ولكن بناتي حتى لا ينقطع هذا الحبل وحتى يكون الدلو في حالة اتزان يجب أن تتساوى قوة الجاذبية مع قوة الشد في الخيط إذن ما معنى قوة الشد؟ قوة الشد يطلق على القوى التي تجعل القوى التي يؤثر بها خيط أو حبل في جسم ولذلك بناتي إذا انقطع الحبل معناه أن الدلو سيسقط معناها أن قوة الجاذبية أكبر بكثير من قوة الشد إلى أعلى وكذلك حلواتي لو أنا حبت أجعل الدلو متزن ولا ينقطع الحبل يجب أن تتساوى قوة الشد إلى أعلى مع قوة الجاذبية إلى أسفل إذن حتى لا ينقطع الحبل ويكون الدلو متزن يجب أن تكون قوة الوضن إلى أسفل تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه قوة الشد إلى أعلى إذن أقدر أقول أني قوة الشد F-T تساوي M-G أقدر أحسبها من خلال الوزن من خلال ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية ننتقل إلى الشكل الموجود بالأمامي الشكل هذا يمثل دوجي تأثير متبادل وفي نفس الوقت الشد في الحبل هنا عندي الفريق إيه؟ العدد وهنا الفريق B بالعدد والواحظ من أتي أن العددان متساويان وإذا افترضنا أن الفريق الأول يسحب الفريق الثاني بقوة 500 نيوتن وكذلك الفريق الآخر فريق B يسحب بقوة 500 نيوتن إذن كيف تكون المحصلة؟ المحصلة بنادي ستكون صفر لأن القوتان في عكس الاتجاه متساويتان وفي نفس الوقت في عكس الاتجاه ننتقل إلى نوع آخر من أنواع القوة وهو القوة العمودية ما معنى القوة العمودية وما رمز القوة العمودية؟ القوة العمودية رمزها FN ولكن ما معناها؟ عندما بناتها تلامس جسمان يؤثر في كل منهما بقوة في الآخر فمثل الصندوق الموجود على الطاولة كما بالشكل تؤثر فيه الجاذبية إلى أسفل MG تؤثر إلى أسفل ولكن توجد قوة أخرى معاكسة لها إلى أعلى وهي التأثير بين الطاولة والصندوق كأن الطاولة تدفع الصندوق بقوة إلى أعلى أو تعاكسه في الاتجاه بقوة إلى أعلى إذن بناتي حتى يكون الصندوق متزن يجب وجود قوة توازن قوة الجاذبية إلى أسفل هذه القوة هي قوة القوة العمودية ورمزها FN إذن القوة العمودية بناتي هي قوة تلامس يؤثر بها سطح في جسم آخر وتكون دائماً عمودية على مستوى سطح التلامس ودائماً اتجاهها إلى أعلى ولكن هل دائماً القوة العمودية تساوي وزن الجسم؟ ليس دائماً القوة العمودية تساوي وزن الجسم فننظر إلى الحالات الموجودة أمين الحالة الأولى الصندوق ساكن لا يؤثر فيه شيء إذن القوة العمودية لأعلى تساوي وزن الجسم إلى أسفل ولكن في الشكل به يتم سحب الصندوق بقوة إلى أعلى إذن ستكون القوة العمودية أقل بكثير عن قوة الجاذبية فإذن القوة العمودية أقل من الوزن نظراً لارتفاع الصندوق إلى أعلى أما في الحالة الأخيرة بناتي يتم الضغط على الصندوق وكأني بعمل عملية زيادة للقوة العمودية بين الصندوق وبين الطاولة فإذن القوة العمودية هنا ستكون أكبر من وزن الجسم بسبب القوة الضاغطة إذن في الحالة C القوة العمودية أكبر من وزن الجسم طيب إيه الحالات الأخرى بناتي للقوة العمودية تساوي فيها وزن الجسم إذا تحرك هذا الصندوق على سطح مائل وسيتم دراسته بعد ذلك إذا تحرك على سطح مائل فإن قوة العمودية في الحالة دي تساوي وزن الجسم ويكون انتهى الدرس عندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر